محدش يعني عشان بس المزايدات مش مطلوبة يعني أنا بقول كل المصريين بيحبوا البلد دي وعايزين ممكن الرؤى تختلف لكن احنا عايزين نبني بلدنا على اساس سليم قال اكتر من الف مصري دفعوا حياتهم ودهور الاقتصاد وتحملنا انفلات امني وخفنا على قسارنا ودفعنا تمن عالي اللي فقط سيارته واللي فقط جزء يعني مش عشان نرجع نعيد نفس نظام مبارك تاني ما ينفعش لازم يبقى فيه بناء على اساس سليم احنا موافقين حتى العملية الانتخابية فيها بعض المشاكل لكن احنا موافقين على اساس دي اول انتخابات حرة من سنة خمسين يبقى بعد كده ربنا يسهل الانتخابات الجاية الانتخابات خدوها خدها التاري الاسلامي خد اغلبية مبروكة عليه انا بنتامل تيار مدني منافس لتيار الاخوان وللسنفين لكن بقول مبروكة عليهم من حقهم ياخدوا الاغلبية وورونا بس لازموا عارفين ان مصر طبنا بالتوافق وان الدستور كتب بالتوافق لان الاغلبية متغيرة ما ممكن نعمل انتخابات بعد شهر ان نستدي اغلبية الفريق تاني فالتستور شيء مقدس فعايز اقول انه خلونا نبني بلدنا زي ما كانت نموذج ابهر العالم وقادة العالم كانوا يجيوا يحبوا ينزلوا ميدان التحرير اعتقد انه خلوا ريحة ميدان التحرير مش جاذبة غير صورة مصر ده بسبب كثرة التظاهرات ولا بسبب الاعلام المضاد ولا بسبب الاشعاعات ولا بسبب الترويج لفكرة انه من في ميدان التحرير هما بلطجية وخارجين على القانون ولا بسبب انه مازال داخل ميدان التحرير هما طاقة ثورية وليست طاقة سياسية فبالتالي مش عارفين امتى يوقفوا امتى يكملوا يعني حيك شايف انه لماذا ميدان التحرير بقى رحت ومش ظريفة كده شوفي حضرتك تقدر اتحدديلي امتى ميدان التحرير بقى تريح توم الظريفة ما تقدرش تحددي الساعة ولا اليوم لان هو كمان حتى وقت احداث يناير كان بيتشتم برضو ميدان التحرير ومدعومين ومتمويل واكل بس اقصد اقول ان هو تدريجيا وفق خطة جهنمية تم فيها شيطانة التحرير فمزي بشكل تدريجي اه يقول لك عجلة الانتاج اه مخربين الدهم فرصة اه ميدان التحرير كان نموذج ابهر العالم وبعدين بدأ الخطيئة الاولى اللي بدأ التخطيط لها من لما قلنا للدسور اولا قالوا الانتخابات اولا وعملين استفتت تسعتاشر مرة سرح وعملينه تدين دينوه. مم. فهمت ازاي? من هنا بدأت البدأت تتاسم. بدأت يبقى في جمعة قندهار وجمعة اه مش عارف. مدنية مدنية. مدنية. فبقى عندك الجمعتين دول. فبدأت الاسمة. ورغم كده كان فيه حرصة متبادة من الاتنين بعدم الاحتكاك. مم. كويس? وبعدين كعبلونا في كازا حاجة بقى. دخلنا في حاجة. كل يعني عندنا جنين مشوه طول الوقت في تشويه للجنين. تشويه للجنين. اه وبعدين ما تنسيش ان موضوع الانفلات الامني ده كان مقصود. استنزف الشعب. استنزف الناس واحنا ربنا كرمنا بميزة الناس مش واخدة بالها منها. ان هذا الشعب يكره الدم. ويكره العنف. يعني انا اكتر من حد من اصدقاء العراقيين والعرب في دول تاني كانوا تفسوا بيا وقولولي ارجوكم انتو داخلين ع السيناريو بتاعنا. انتو داخلين ع السيناريو العراقي. انتو هم شعب مصر مش العراق. شعب مصر مش بتاع مش بيخاف من الدم. مم. فعلا شعب مش دموي. مش دموي فعلا. ده اللي حصلنا. ده اللي عمل لنا حصانة. الشرطة اختافت. وكلام المجلس العسكري تم خروب مش هقول لطلاق صراح. اربعة وعشرين الف مسجون من السجون. وتنسيش برضو انه انه التلفزيو المصري لعب دور اه اه في التخويف. وداخلين علينا بالطقية وهيقتلون وتكليش فينو بتكلمهم من جنب الموزيع في الاستوديو لجنبه. وا 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 وا. النقطة التانية. انه اه انا يوم تمانية وعشرين وتسعة عشرين نوفمبر في الانتخابات. انتخابات دي دايما بيحصل فيها دمه وعائلات تتخانقه بتاع. لما شفت الامن. قلت جملة ساعتها ما عرفش فاني قادة بس. قلت جملة. قلت مش هقبل بعد كده حد يقول لي اه انفلاته بلطاجة. ده انتوا قدرتوا تأمنوا الانتخابات وما حصلش فيها همسة. يبقى ازا ما فيش كويس. فازا تأكدت ان الانفلات والبلطاجة معصودة. كواس? فبدأوا لغاية هو كان مطلوب. زي اه زي الكلام السخيف اللي بيطلع اليوم من دول. اللي هو? بتاع خمسة وعشرين يناير هيبقى فيه مخطط خارجي وحرق البلد واسقاط الدولة. انا مش بعمل وصفة تفصيل لمبارات كرة قدم. اللي بيقول هزا الكلام يمسك. احنا عندنا وبالمناسبة الامن بتاعنا قوي جدا. شغال بكفاءة عالية. ولازال بفعالية بنفس الفعالية واكتر من قبل خمسة وعشرين يناير. عندنا امن قومي. عندنا اه مخابرات عسكرية. عندنا اه الامن الوطني. لو كان امن الدولة. امن الدولة. كل الاجهزة دي. تقدر تأمن البلد بشكل كامل. فانا لما يجينا حد يقول ايه? وهيدخلوا ويحرقوا كذا. طب انت دورك انك تعمل لي وصفة تفصيل المباراة? ولا دورك تقبض على الناس دي? زي الطرف التالت. لما كل شيء تقول لي طرف تالت طرف تالت. طب يا عمي انا معرفش امسك الطرف التالت. انت وده لو حصل فعليا الاحداث اللي هو بيتكلموا عنها في خمسة وعشرين يناير ده يبقى عيب في حق السلطة الحاكمة مش في الحق الشعب يعني خلاص. سلطة الحاكمة. سلطة الحاكمة مش معلق مباراة كل القدمة. اه يعني. ده عنده كل الاجهزة. يدينا احنا الاجهزة او يديها حزب من الاحزاب ان شاء الله الاسلاميين. وهم هيملعوا ده. هما يتصرف بزفر. فهم زي? المقصود ده من ده ايه? المقصود زي ما ريحة التحرير بقت وحشة. المفروض ان الناس يوم خمسة وعشرين يناير ده يبقى ذكرى قليمة. فبدل ما كانت ذكرى جميلة تبقى ذكرى قليمة. ليه بتختار تلك خمسة وعشرين يناير? انا اعتقد ده اختيار معصود. بس بالطريقة بتاعت خمسين سنة فاتت. اه. يعني. يعني لما يطلع يقول اه انه انه اسقاط الدولة. ومخاطط لاسقاط الدولة. وخرجوا من هنا وراحوا هنا وعمل هنا. او خدوا تمويل من برة. طيب يعمى انت عندك قدم لين? انا مش ضد ان مؤكد في ناس خد التمويل. بس بس زي ما ستة ابريل انت بتتهمها بتاع قدم تحقيق. مؤكد ان مصر مستهدفة لاهمية البلد يعني. مؤكد ما بننكرش. بس امسكوا بقى الناس دي. انا عايز اقول لحضرك على حاجة. انا واحد دارس علاقة دولية. دي اه لحزة الثورة اللي هي فيها سيولة شوية. دي اللحزة النموذجية لقدة اي حد عايز يخترق مصر يخترقها. اه. كويس. ولو المساد الاسرائيلي مخترقش مصر بغلطان. لان دي الفرصة السانحة. لان دي الفرصة السانحة لكل الاجهزة انها تيجي. لكن انا عايز اقول ان عندنا اجهزة بدليلة انه ابضوا على جرابل وغيره. اه اه. يعني الاجهزة مش نايمة. مش نايمة. انا عايز اطمن الناس بي. خيان فان ما اتكلم على المطلب الاساسي او المطلب الاكبر اه في جمعة اه رد الشرف لحرائر مصر هو تسليم السلطة لسلطة مدنية اه منتخبة وفيه سناريوهات كتيرة كمطروحة. واحد انه يتعمل الانتخابات قبل 25 يناير على طول كده والمجلس لسه بيت. مجلس الشعب يعني بي لسه بيجتمع. اتنين انه يبقى رئيس مجلس الشعب اللي يبقى منتخب جواه مجلس الشعب هو رئيس المؤقت لمدة ستين يوم لغاية ما يتم انتخاب رئيس جمهورية اه منتخب رئيس جمهورية مدني. وتلاتة الرأي التاني بقى اللي هو على ناحية التانية انه نستنى لغاية شهر ستة لغاية ما الانتخابات تتأمن بشكل طبيعي. اه كما اه اعلن المجلس الاعلى قوات المسلحة. شوفي رغم يعني ما يبدو من نقد ان انا بقوله او موقفي اللي هو واحد من قلب ابنان التحرير. انما انا مع السيناريو التالت. اللي هو? اللي هو ان المجلس يظل لغاية يونيا ويسلم السلطة بشكل امن. ليه? ليه? واحد لو حضرتك على انتخابات في يناير. انا لغاية دلوقتي ما عنديش قواعد قانون بالشروط الواجب توفرها في المرشع على رأس الجمهورية. طيب خيني بس ارد على حياتك على كل نقطة. خيني اخذ وجهة نظر التانية وانه اه في ناس دور تما ده سهل يطلع بمرسوم قانون زي ما بيطلع مرسيم قانون بسهولة. طيب ماشي. انا انا عايز اقول ايه? ما عنديش اه مرسوم نمرة واحد. اتنين. اتنين. ان البروسيس نفسها العملية الانتخابية الرئيس الجمهورية نفسها من ما ما تاخد تلات سنية. اه تلات شهور. تلات شهور ليه? تلات شهور ليه? انا بعمل القانون دوت. وبعدين بفتح الباب لمدة معينة. وبعدين بقفل الباب. وبعدين ببدأ مرحلة طعون. اه. وبعدين ببدأ مرحلة الحملة الانتخابية. وبعدين فترة الصمت. وبعدين الفرز وبعدين اعلان النتيجة. وممكن يبقى فيه اعادة لان ما فيش واحد اخد خمسين في المية زائد واحد. العملية دي على بعضها مش تاخد أقل من تلات شهور. فبالتالي انا برفض سيناريو خمس وعشرين. يعني انه قبل خمس وعشرين. اسماء الانتخابات ديت يبقى عندي الانتخابات ديت. وبعدين ان رئيس مجلس الشعبي يكون هو الرئيس. ده حسب الدستور القديم انه حالة غياب الرئيس الجمهوريب هو رئيس? ده امر منطقي وطبيعي لو في ظروف فيها نوع من التفاهم ما بين المجلس العسكري والتحرير. ام. ليه? لانه انا النهاردة بعمل ايه? باختصر شهرين تلاتة? لا ممكن ندخل بكلمك من تها الامانة. ممكن ندخل في مرحلة انفلات امني عمدي. ليه بقى? تاني ليه? احنا عمل العمدي ده كان اولاني برضو. الاولاني كان عمدي صح? عاسحاب لك القوات. فضلي. مش انت عايزة رئيس البرلمان. يبقى هو رئيس الجمهورية? اه. يعني معنا المجلس العسكري يمشي. مجلس العسكري هيمشي. يمشي كحكم للبلاد لكن مش انتم. يعني بضيش ضان على الجيش يعني. ما انت مش انتي غاز بين عنه هنا. هو بقولك انا انا غاد سعر ستة. اه. مش عايز تستنين غاد ستة فضلي يشيل مسؤول. انا بقى انا ده تحليل. ده تخيل. طبع. انا الشعب ده يعني ايه? لازم اغضف الاعتبار. فعمل مجلس الاستشاري. وعمل بعض الخطوات. مجلس الاستشاري ده في انتم احنا يجين اتكلم عنه. المجلس الاستشاري افير وموز وناس مهمة ووقت الجد وكونوا متوقعين هما هيبقوا هما الجبهة بتاعتنا بتاعت الصغار يعني او بتاعت المواطنين بشكل عام. امام مجلس القوات المسالح عشان عندهم حوار. معظمهم استقال لانه ما اقدر. يعني المؤتمر الصحفي اللي عمله اللي هو عمارة احبطني. يعني انا بعتبر ان هو امتداد لما سبيرو. للمؤتمر لبعد ما سبيرو. يعني مفيش استفادة خالص من 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 التجارب اللي تمت. لكن انا عايز اقول ايه? اني انا عندي عملية انتخابية. بيس? هتنتهي في يناير. وفي دعوة للمجل الشعبي يوم تلاتة عشرين يناير. خلص مجل الشعبي هنعقد تلات عشرين. مفروض. طبعا. ده ما كان في مارس. انا لان احنا خلص كسبنا بالضربة القضية مع نظام مبارك. الفترة اللي جاية هتبقى بالنقط. يعني بمعنى ايه? اه زي مطشوطة الملاكمة. بمعنى اني انا لو قدرت اضغط لالغاء انتخابات الشورى والغاء الشورى هيبقى وفرت على مصر فلوس وجهد وحصانة وامكانيات. ونخلص من قصة الشورى دي. ويبقى عندنا مجلس الشعب. على بال ما تتشكل هيكل مجلس الشعب وتبدأ انت عندك كمان نقطة تانية. يسا في لجان. عندك نقطة تانية كمان. ايه? انت جيب رئيس مجلس الشعب رئيس جمهورية. وانت عندك برلمان جاي. اغلبية. لا مش بس انا ما عنديش مشكلة في اغلبية اسلامية. هيبقى فيه صراحة شديد. لان زي ما فيه اغلبية. انا خلي بالك ما قدرش اقول انها اغلبية اه اه كتلة واحدة. لا مش مطلقة لا. لا. لا مش كتلة واحدة اسلامية. ايه صح. يعني انت عندك الحرية والعدالة وعندك النور. النور. بينهم ما صنع الحداد. مش هيبقوا مع بعض. يعني انا تقديري ان الحرية والعدالة هيروح للوافد مش هيروح للنور. هي يقتلف معاه. صحيح. لانه مش هيقدر يشيل اجندة النور. اجندة النور طبق للشريعة بكرة. يعمل لي كزا يعمل لي كزا. اخوان مش هيعملوا ده. طب وده خليني ختاما كده يا فندم. متخيل انه احنا الحل الوحيد احنا قلتها كزا مرة في وسط كلامك انه الحل الوحيد للخروج من ما نحن فيه هو التوافق الوطني والحوار السياسي. ده الحل الوحيد. طبعا. عندنا شحول تاني. التوافق الوطني بين فيه المجلس العسكري. اه. المجلس العسكري ياخد الشعب في اعتباره ويعرف ان فيه قوى سياسية باعت ممثلة للناس. ايضا يصل هذا الامر الى القوى اللي فازت بالغالبية. سواء كانوا حرية وعدالة او كانوا النور. بانه هذه البلد لا يمكن ان تحكم بفصيل واحد. هذه البلد لا يمكن تطلقها برا الترك بتاعها. يعني مصر ستظل عشان تبقى دولة متماسكة وقوية ولها دور. لازم تبقى دولة مدنية واقف على الارضية المدنية واقف على الارضية المواطنة والمساواة وعدم التمييز. لا على اساس الجنس رجل وسط ولا على اساس الدين ولا على اساس طائفة ولا اي شي. دي مصر اللي تبني وتبقى نموذج للمنطقة كلها. غير كده لقدر الله اعتقد هتبقى فيه مشاكل كتير. دكتور عماد جاد نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لانجودك معنا النهار دي. خلصت حلقتنا وبعتقد ان احلى جملة نختم بيها انه التوافق الوطني مهم جدا. الحوار مهم جدا. الحوار البناء. الحوار اللي ما فيهوش عنف. الحوار اللي ما فيهوش حد يسلط حد يروح يتدايق حد تاني. وبعتقد انت تفاهمين ان قصد ايه. خلصت حلقتنا النهار ده وصباح الفل.